من يقتل في فلسطين هم الأطفال من يقتل في فلسطين هم النساء من يقتل في فلسطين هم المسنين وإذا رادت الولايات المتحدة الأمريكية أو ربيبتها هذا الاحتلال الصهيوني الغاشم بتحقيق نصر على الأطفال والنساء والشيوخ فهنيئاً لهم هذا الانتصار على أشلاء الأطفال والنساء والشيوخ في فلسطين هم لا يواجهون ولا يبحثون ولا يطاردون عن أي شاب حتى فقط الأطفال والنساء والشيوخ الذين يتم استهدافهم هذه لعنة ستواجه الولايات المتحدة الأمريكية وستواجه كل من تواطأ على دماء الأطفال ودماء الشيوخ ودماء النساء ودماء العزل الأبرياء الموجودين في بيوتهم في قطاع غزة